سلسلة مواقف لافتة لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أهمها اقتصادي وسياسي وردت في كلامه لمجلة فالير أكتويل الفرنسية فقد أكد الرئيس عون أن الوضع اللبناني الراهن صعب وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة لافتا إلى أن الاقتصاد اللبناني تحول إلى ريعي منذ دخول السوري إلى لبنان في التسعينيات ما جعل الموازنات تتغذى بالديون وإذا ذكر بمضاعفات الأزمة المالية العالمية وأثارها السلبية على الاقتصاد اللبناني شدد على أن الحروب التي شعلت في عدد من الدول العربية المجاورة ساهمت بمضاعفة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت أكثر مع العدد الكبير للنازحين السوريين الذي فاق قدرة لبنان على التحمل فبات عددهم مع اللاجئين الفلسطينيين يشكل اليوم نحو نصف عدد سكان لبنان واعتبر رئيس الجمهورية أن المعاناة الراهنة التي يعيشها لبنان نتيجة لذلك تأفوق طاقة تحمل دول كبرى لها فقد كلفت لبنان هذه الأزمة حتى الآن نحو 25 مليار دولار بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفي موقف مطمئن قال الرئيس عون سنتخذ كافة الإجراءات المالية الصارمة من أجل إعادة النهوض الاقتصادي ولأجل ذلك نحن لسنا بحاجة إلى مساعدة استثنائية بقدر ما لنا الحق في أن نستعيد من قبل الدول التي أشعلت الحرب في سوريا جزءا من 25 مليار دولار التي اكتكبدها لبنان وشدد رئيس الجمهورية ردا على السؤال على أن حزب الله لا يقود الحكومة الجديدة معتبرا أن المطلوب من هذه الحكومة أن تعمل على وضع حد للأزمة الاقتصادية الراهنة واتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية واسعة النطاق من أجل هذه الغاية وهو ما ورد في البيان الوزاري وتطرق الرئيس عون إلى موضوع محاربة الفساد فأشار إلى أن معظم الدول تعاني من الفساد بنسب مختلفة إلا أن نسبته مرتفعة في لبنان ومحاربته تشكل جزءا أساسيا من برنامج عمله لافتا إلى التقدم بعدة مشاريع قوانين إلى المجلس النيابي في هذا الإطار وهو يعمل على أقرارها بهدف محاربة الفساد ومن بينها مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة وأضاف الرئيس عون سنعمل بشكل وثيق مع شركاء الدوليين وفق هذا التوجه كون القسم الأكبر من هذه الأموال لم يعد موجودا في المصارف اللبنانية وفي الموضوع الإقليمي المرتبط بلبنان سئل رئيس الجمهورية عما إذا كان لبنان يخشى أن يكون ضحية التجاذبات بين إيران والولايات المتحدة بواسطة حزب الله فأجاب الجميع يعتقد أن حزب الله سيتدخل في حرب بين الطرفين لكنني أضمن شخصيا أن حزب الله سيحترم القرار 17-01 الصادر عن مجلس الأمن لافتا إلى أن للحزب نوابه ووزرائه وكل ما يصدر عن الحكومة مقبول على الصعيد الوطني كما هو الأمر بالنسبة إلى ما يصدر عن المجلس النيابي وخارج هذا الأمر ليس للحزب من دوره وقال الرئيس عون إننا غالبا ما نسمع أن سيادة لبنان ضائعة وحتى منتهكة بسبب وجود حزب الله إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ وسئل الرئيس عون عن رده على كلام الإسرائيليين حول مخاطر الأنفاق التي حفرها حزب الله والصواريخ التي يملكها في أقال لنسأل كم من مرة اعتدى لبنان على إسرائيل ولا مرة في حين أن إسرائيل هي التي احتلت جنوب لبنان الأمر الذي أدى إلى نشأة مقاومة حزب الله التي نجحت في طرد الاحتلال الإسرائيلي من لبنان بعدما بقيت كافة قرارات الأمم المتحدة حبرا على ورق لقد قاد حزب الله المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي مدة 18 سنة وعلى الرغم من ذلك عاودت إسرائيل اعتداءها على لبنان في العام 2006 وخسرت الحرب ضدنا وحول مسألة كارلوس غصن سئل عما إذا كان يتوقع لغصن دورا في إعادة النهوض الاقتصادي للبنان فقال الرئيس عون هذا ممكن